الشعر الأبيض من أكتر الحاجات اللي بتدايق طبعا السيدة أو البنت أو الرجل أو الشاب لأنه طبعا بيدينا مظهر أكبر من سننا بكتير ولازم طبعا عشان نعرف علاج الشيب نفهم إحنا ليه بيظهر عندنا الشيب وطبعا ده هنتكلم فيه بشكل أوضح بس أول حاجة هنا معايا أنا معايا هنا نبتة العرعر وفوائد العرعر للشعر كتيرة جدا ومن خصائصها حماية الشعر والعناية بالشعر وكمان مليانة فيتامينات ومليانة حاجات كتيرة مفيدة للشعر ويمكن إحنا استخدمناها قبل كده في كذا وصفة ومعايا طبعا هنا الحبة السودة ومعايا كمان الفحم النشط ومعايا أدي الحبة السودة أهي وكمان معايا أهم حاجة بقى اللي طبعا كنزة ربنا خلقهن سبحانه وتعالى وهي بودرة نوع التمر وطبعا إحنا عاملينها مع بعض مع العرعر كل الحاجات دي بتعالج شيب الشعر بتحفز مادة الملامين في الشعر ودي حاجة مهمة جدا أهم 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 من العلاج الوقاية بأن أنا أبعد عن السبغات الضرة وكمان أبعد عن المواد الكيموية عشان أقدر حافظ على شعر صحي لامع طويل كسيف مش شرط أن أنا عشان خاطر مثلا مش عايزة أتعب نفسي شوية في استغنمام الوصفات الطبيعية يعني أهلك الشعر عايزة أقول لكم من أكتر الحاجات المفيدة نوع التمر بس طبعا إحنا بنخسله وبنشيل القشرة اللي وقعت قدامكم ديت بس طبعا أنا كنت محضرة بودرة قبل كده بستخدمها ويبقى كون النوع التمر دوت عندي من رمضان هعمله معاكو في فيديو عشان تشوفوه وطبعا العرعر ما بيبقاش اللون ده إحنا بناخده بنحمصه على البتجاز لحد ما بيوصل للون الأسود الفحمي وقادي كده دي بودرة نوع التمر لا دي بودرة الفحم النشط طبعا أنا عملت كذا فيديو معاكو ونسيب لكم الرابط بتاعها وطبعا هنشوف مع بعض بودرة كمان نوع التمر وبنستخدمها في وصفات كتير يا ريت تجاهزوها معايا الوصفات هتجيب معاكو نتيجة هتلاقي في تحسين في مظهر الشعر قادي هي كمان بودرة نوع التمر حتى أنا هنا مش طحناها قوي لإني كنت عايزة هو بورها لكم بعملها كمان في الوصفات بتاعتي زي سكروب كده فطبعا هتحن حبة البرقة مع العرعر وبعد كده هتحل لتنين مع بعض وزي ما أنا بقول لكم هو وقادي كده بصوا بدأت كمان أوريكو العرعر لأن طبعا احنا شغالين على النور قطع قادي القرعر هو بدأ يسمر بصوا سخنة بيفضل يغمق يغمق لحد ما بيديني اللون الاسود الكاتم خالص وطبعا دي كده بتبقى سبغة طابعية مش لإني طبعا ربنا سبحانه وتعالى محرم السبغة السودة وقادي كده حبة البرقة وقادي كمان بصوا العرعر بقى لونه متفحم واسود إزاي وبيبقى سهل كمان إن انت تضغطي عليه بصوا يعني ما بيبقى صعب في الطحن أنا عملت غبصه بإيدي خلاص اداني اللون الاسود والمتفحم يعني كمان كحطة إن انت تقولي مثلا هيبقى صعب في الطحن لقد أنت ممكن حتى تدقيه بس في مهراس وهيبقى سهل جدا أو في الهوم بتاعك العادي وقادي كده معانا العرعر ومعانا حبة البرقة ومعانا نص معلقة من بودرة نوى الطمر ومعانا نص معلقة أو معلقة صغيرة من بودرة الفحم النشط وكل الحاجات دي بتديكي كسافة للشعر بتديكي لون اسود للشعر حلو جدا يعني انت لو شعرك أصلا مفهوش شيب أو مفهوش شعر أبيض لمجرد إن انت تستخدمي الوصفة دي هتلاقي معاكي اللون الاسود اللامع القاطم الحلو جدا في ناس ما بتحبش تلون شعرها وكل الحاجات دي زي ما أنا بورها لكم سواء بودرة الطمر أو بودرة الفحم النشط أو العرعر أو حبة البركة كل الحاجات دي بتديكي لون اسود لامع حلو جدا ممكن كمان اللي حابب يديف معلقة شيء أصمر من بتاعنا برضو هيديكي لون حلو جدا ويعزز اللون كمان هنا بقى أنا جبت الكسرونة بتاعتي حلو طفر اللي انت بتستخدميه وهنا أنا طحنت المكونات كلها حوالي مرتين أو تلاتة يمكن كمان كنت أربعة وأهم حاجة بقى عشان أعمل الوصفة دي أنا أخدت هنا حوالي هاخد معلقة ماشي وهجيب كوباية ميا مقطرة وهي تقريبا في حدود تلاتة كاس يعني بتلاتة جنيه يعني مش حاجة وليه لأن أنا طبعا هعمل لكم شامبو يضيع شيب الشعر في منتهى السهولة لمجرد ان انت تستخدميه هيداري شيب الشعر ويديكي لون اسود قاطم لامع في منتهى الجمال وكمان هنعمل مع بعض التونر عشان يلمع الشعر وهيداري الشيب لمجرد ان انت متشري مع الاستخدام من اول انا عن نفسي واسقى في وصفاتي والحمد لله وبتجيب نتيجة مش هقول من اول مرة انت جربي بنفسك وهنا هاخد دواتي يغلي على النار وبعد كده ارجع لكم تاني وهنا انا هجيب كوباية او على حسب بقى الكمية اللي عندك يعني انا هنا عاملة كمية مش كبيرة شوف انت حابة تعملي كمية قد ايه هنا انا خدت نص كوباية من الشامبو بتاعي وده كاستل سوب انا عاملاه ومعمول طبيعي وهعمل لكم كمان فيديو بقى للشعر الاشعر للشعر الاحمر وهنا خدنا معلقة ودوبناها من البودر وكده دي تاني وصفة كده معانا الشامبو بتاع علاج شيب الشعر وتبصوا القوام بتاعه وطبعا احنا لسه ما دفناش الاضافات بتاعتنا بقى اللي هتخلي تعزز نمو الشعر وتكسف الشعر وتعالج حبوب الراس يعني انا معايا شامبو فاخر من الاخر مش ها يعني شامبو لو روحتي جبتيه من اي صيدلية هيعدي معاكي 600-700 جنيه ويمكن اكتر وهنا كمان انا معايا معلقتين من عسل النحل الطبيعي ويبقى كده عملت اتنين في واحد شامبو وبلسم وعلاج لشيب الشعر وكمان التكسيف الشعر وكمان معايا شامبو يعني يعالج شيب الشعر اتنين في واحد شامبو وبلسم مش هتحتاجي تحطي بلسم لان احنا حطينا عسل ورطبنا الشعر والعسل من اكتر الحاجات اللي بترطب الشعر انت اكسد الشعر فحلو جدا ومضادات اكسادة فكده انا معايا شامبو يعني احسن من اي شامبو انت جيبيه هتجيبي اي نوع شامبو تستخدميه وتعمليه بالطريقة دي بقى حولتيه من شامبو عادي وهنا كمان هنحط معلقة من زيت السمسم وليه زيت السمسم بالذات لان الزيت السمسم بالذات بيبقى بيساعد على تغمي الشعر يعني الناس طبعا اللي شعراها فاتح بلوند ما نصحاش تستخدم زيت السمسم في اي وصفات لان من خصائص زيت السمسم بيغمى لون الشعر يعني انت لمجرد لو جبتي زيت سمسم بس وكل يوم ده هنتيه على شارك مش على الفروة هتلاقي مع الوقت الشي بختفى اللون اغمق وبيبقى لامع وبيبقى شام يعني لون شعرك في منطهر روعة جربوا الوصفة هتعجبكم وكده بصوا قلبنا الشامبو بتاعنا كويس جدا واحنا بنخليه قوام خفيف شوية لان انا عايزة شامبو زي فوم كده وبنستعدمه بنحطه على فروة الراس من مرتين لتلاتة في الاسبوع على حسب احتياج ان انت تخسلي بنخسل شعرنا بالطريقة العادية من مرتين لتلاتة في الاسبوع بس طبعا الفرق هنا ان انا بلون شعري مع الغسيل بدون اي مواد كيموية ضرة بدون اي مواد تتعمل على تساقط الشهر في نفس الوقت لو انا حامل وبرضع الوصفة دي امنة مليون في المية وهنا كمان المحلول اللي انا عملته خدت معلقة من مطخول العرعر على حبة البرقة على الفحم النشط على بودرة نوى الطمر خدت منه كمان من معلقتين لتلاتة عشان انا عايزة شامبو زي الفوم كده وبالرجو كويس جدا وهتشوفه النتيجة النهائية وطبعا هو لسه سخن جدا بس انا برضو هختبره كده قدامكم بصوا الرغوة بتاعته هتبقى عاملة ازاي وهو لسه شامبو سخن لكن طبعا كل ما بيقعد بيديني رغوة اعلى وبيديني كمان كسافة اكتر انا هنا كنت واخدى يعني اعتبر المية من على الخرف كده فبصوا الرغوة بتاعته اهو شايفين يعني شامبو هينضب فروة الراس وكمان هيزبغ الشعر باللون اللي انت عايزاه انا هتعايز اقول لكم والله الكاميرا زال ما لون الشامبو هو لونه اسود غطيس جدا انا مش عارفة لير الكاميرا عندي جايبان مزرق بس مش مشكلة انتوا جربوه وحكموا بنفسكم وما بعد كده بقى هنجيب العبوة بتاعتي وفادي فيها عشان خاطر نحفظه ما يبقاش فيه طبعا مش في الطبق ده لما اجيي استخدمه ممكن ادلو الكمية كلها طبعا على شعري فانا بحطه في عبوة محكمة على قد الاستخدام وكده الشامبو بتاعي خلص وده كده الشكل النهائي بتاعه شامبو لعلاج تساقط الشعر لعلاج شيب الشعر لعلاج كسافة الشعر لعلاج كسافة لتقوية جزور الشعر وهحافظ على لون شعري الاسود اللامع الداكن مش هيبقى فيه شعر تاني باهت مصصحي مش لامع جربوا الوصفة هتعجبكم وان شاء الله تكون عند حصن ظنكم الوصفة فيها حاجات كتيرة قوي مفيدة للشعر زي العرعر زي الحبة السودة زي بدرة الفحم النشط كمان بتقلل الزيوت من الشعر وكمان احنا حطينا زيت سمسم فما تخفيش لما الشعر ما تقوليش شعري هينشف لا بدرة الفحم ما بتنشفش الشعر بتحافظ على الشعر ولو انتي مش هانا هسيب لكم في صندوق الوصف ازاي تعملوها لو انتي مش هتعمليها في في الصيدلية حبوب فحم النشط ممكن تشتريها من الصيدلية جاهزة بس هتطحنيها كويس جدا وقبل طبعا الاستخدام بنرج الشامبو كويس جدا وبنسيبه على الشعر زي اي شامبو وكمان التونر بتاعنا اهو برد معنا ممكن تحتفظ بي ان انتي تعملي شامبو مرة كمان طبعا عشان كده انا قلتلكم مية مقطرة مش مية عادية من الحنفية طبعا ممكن تحطيه بخاخ اسبري وتروشيه على جدور الشعر والشعر وتعملي مساج لمدة عشر دقايق وتسيبه ينشف وتصرحي شعرك بالطريقة العادية بس ياريت بلاش تعنف في تسريح الشعر عشان ما يعملش سكوت نحرص على شرب مية كويس جدا ياريت نستخدم مشت او فرشة خشب عشان الحاجات البلاستيكية الرخيصة بتعمل كهربا في الشعر بتساعد في سكوت الشعر واحنا عملنا الشامبو والتونر دوت لسبغة الشعر الابيض او لمنع ظهور الشعر الابيض من الاساس التونر ده حلو جدا طبعا والشامبو كمان معاه يبقى ده شامبو وبلسم اتنين في واحد وكمان بيعالج شيب الشعر مفيد جدا للشعر مكون من مكونات طبيعية من حبة البرقة من بودرة نوى التمر من العرعر كمان من بودرة الفحم النشط لو عايزة حسن شعر جاف قوي وعايزة تستغني عن بودرة الفحم النشط ممكن تستغني عنها بس لو انت جبتي قرسين او يعني شريط طحنطي مش هيبقى عالكمية دي هينشف شعرك فما تخفيش وممكن لو انت شعرك جاف قوي ممكن بدل معلقة سمسم ممكن نحط معلقتين وده كده الفيديو بتاعنا وان شاء الله الفيديو يعجبكم وما تنسوناش بقى افدعوة حلوة منكم من القلب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل لوصول كل فيديو جديد واشوفكم في فيديو جديد باذن الله ووصفة جديدة من وصفات قناة وصفات طبيعية مع رشا واشوفكم على خير باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته